موسيقى موسيقى اهلا وسهلا فيكم ارتانية في هذا الدرس هنبدأ انضيف الشخصيات الممثلين اللي رح يمثلوا المشهد السينمائي اللي هنسوي هنختار ثلاث شخصيات من ملفات البراغون ملفات البراغون هي ملفات صنعتها في شركة الريال انجين هاي ملفات كلفت 17 مليون دولار حتى يسبوها وبعد هيك نزلونا اياها مجانا وقفوا المشروع فطرحوا هاي المواد قالوا بدل ما نكبها ننزلها للمطورين الالعاب اللي عنا على انريال انجين مجانا بحقق لك تستخدم هاي الملفات زي ما بدك طالما انت بتستخدم برنامج انريال انجين اذا بتستخدم اي برنامج ثاني ما بتقدر تستخدم الملفات تبيتهم الملفات فيها شخصيات كثير رائعة وفي عندهم اكثر من 1500 مادة الامفايرومنت كمان تقدر تستخدمها تفوت انت على الابك جيمز بتفوت على الماركت بلايس وتكتب هون باراغون وبتسوي سيرج البراغون فيها الشخصيات تلاحظ هاي الشخصيات بتقدر تسوي داونلود لاي شخصية انا راح اخترت ثلاث شخصيات اخترت لوتينت بلكا واخترت شخصية تون بلاست وانت بتقدر تختار اي شخصية ثانية وكمان فيه شخصية ثالثة وينها الشخصية الثالثة اللي هي اللي هي هاي فينج ما معو تقدر تختار بعدين انت اي شخصية ثانية من هاي الشخصيات شخصيات جدا رائعة شكلها تقدر تختارها لو شفنا هاي الشخصية تقدر تشوف الشخصية اللي هون تقدر تحط هاي الشخصية في اي لعبة من العابك تمام الآن خلينا الآن نضيفهم على المشروع طبعا انا قد اعملهم دون لود لكن انت كيف تضيفهم تجي على الشخصية هاي لوتنت بيليكا تضغط ادتو بروجيكت وتجي على ملف تابعنا احنا ملفنا اسف اسمه وتضغط على اسف تكبس ادتو بروجيكت بتلاقي الملف صار موجود عندك جو اللعبة ممتاز انا اضفتهم بس عشان اختصر وقت الآن صار عندي انا هون ثلاث ملفات بعد ما اضفت الشخصيات فينج ماو لوتنت بيليكا وتوين بلاست طب خلينا نضيف الشخصيات اول اشي بسنا نتأكد انه الشخصيات ما بتسوي حركة يعني انا مثلا لو جيت على تون ماو وجيت كاركترز هيروز هون هاي انا بدي انا سكيرتون مش هذا عليه بلو برينت يعني لو انا اضفت هاد لازم يسوي حركة لو انا سويت بلاي لاحظ الان حتشوفه بتحرك لاحظ قام وبلش يتحرك طب هاي الشخصيات فيها عليها انا ما بدي الانيميشن هاد كله في عنا ارورز نسوي له دليت وعنا الكاميرا هاي كمان مربوطة مش مشكلة الارورز كلها بلغيها الان كمان شوي ودي اضيف الشخصيه هاي بس دعو انا هون بره خلينا نوقفها تطلع على الباب ندخل على مشز سكيرتون مش تبعها هاي سكيرتون مش بدي انا هاد بدي احطه هون بدي اسوي له دوران يطلع على البوابة ممتاز بدي اسوي المشهد انه هاذا العدو جاي على شخصين جوا ممتاز الان بدي اضيف كمان لوتينت بيليكا وبيدي اضيف تون بلاس طب اوكي هاي لوتينت بيليكا خلينا نشوف لوتينت بيليكا هيروز بيليكا لو حطينا احنا بيليكا هون خلينا نضيفها بالمنطقة هاي ونوقفها هون ونشوف الحركة تبقيتها بيليكا قا تتحرك بتصوب بيطلقها ديمين وشمال الانيميشن شغال تبعها تم احنا بننلم ساحة بس من هون وبننضيفها وارا هون خلينا نحطها بالمنطقة هاي بفوت على مشز سكيرتون مش هاي سكيرتون مش بنحط هون هاي لسلاح في الارض وهي بيليكا هون تمام والان بننضيف الشخصية الاخيرة سكر لي هذا الملف نفتح هاته خلينا نشوفه لما يدخل هون خلينا نشوف شكله لما تبدأ اللعبة شو بيعمل بدأ يهدد تمام تمام هذا كمان بننلغي من اللعبة وبدأ نحط كمان نفوت على المشز وين سكيرتون مش بس بنحطه على الباب واقف وبتطلع لبرة حتى نطلع كمان شوي لبرة لهون وبيجي لهون هيك تمام الان بدنا نعتبر ان هذول الشخصين مع بعض عدوهم يجاء لا عندهم بده يكتلهم يعني اشي زي هيك اضفنا الثلاثة شخصيات تبيتنا على المشهد تبعنا اللي خلينا الان نبدأ نحرك فيهم في الفيديوهات الجاي ان شاء الله تمام هيك بقول هذا خلص الفيديو بحب اقولكم اللي حاب يتعلم اكثر برمجة اللعب كمان بقدر يفوت على الموقع تبعي على عرب جيم ديف ويشوف دورات المدفوعة دورة مدينة المحتلة ودورة تصميم ثلاثة العاب بدخل في تفاصيل اكثر بكثير في عالم تصميم اللعب يلا بشوفكم في الدرس البعد وفي امل الله مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا